عايز اتكلم عن نقط مهمة جدا اول رسالة عايز اوجهها لجمهور النادي الاهلي النادي الاهلي في هذه اللحظات هو بيستعد لي حدث عالمي كبير كأس العالم للاندية ومتقدم في جدول الدوري في المركز الاول وبيدافع عن اللقب المعتاد لقب الدوري العام اذا كل الضغوط على المنافسين مش على فرق النادي الاهلي الجمهور يصق في لاعبيه يصق في فريقه لا يصدر ضغوط الى الفريق ايا كانت التصورات او ايا كانت الظروف اللي ممكن الاعلام الموازي او السوشيال ميديا ممكن تصدرها على جماهير النادي الاهلي او بالاخص بتروح بشكل سلبي على لاعبي النادي الاهلي انت في صدرات الدوري طموحك وهنا بكلم بقى عن الطموح اللي بجد طموحك انت رايح كسعالم اندية بتمثل افريقيا وبتمثل مصر افضل تمثيل بتحقق ارقام قياسية متصدر المسابقة عامل نتائج ولا اروى بيتسو مسماني منذ ان تولى القيادة حتى هذه اللحظة الحمد لله كل نتائجه ايجابية الحمد لله نمسك الخشب الامور ماشى الحمد لله بشكل طيب جدا اذا الضغوط على المنافسين الضغوط على من يسعى للحاق بك مباراة بيرامدز النهاردة انت لو بتتكلم على جدول الدوري بيرامدز في منتصف المسابقة او في منتصف الجدول معدل تهديف فريق بيرامدز انت بتتكلم احرص 11 هدف مونيا مرمى بتمن اهداف ترتيبه متساو مع المصر ومع امبيو مع مصر المقصة ما بين الرابع والخامس والسادس والسابع انت بتتكلم على فرقة في منتصف الجدول وانت في الصدارة ورايح كسعالم فبالتالي الجمهور يجب ان يتحدث عن الايجابيات وان يصق في فريقه بهذا الشكل ولا ينجرف لأي فرعيات خلال الفترة الحالية لان الاهل ما كانتوا حاليا مكان عالميا في كأس العالم للاندية تركيز اللاعبين زميل العزيز فروس اللاح اتكلم على كل الكواليس والاجواء داخل المعسكر منذ مباراة الامس والنهاردة المحاضرة اللي كانت مدتها 50 دقيقة اصغ تمام الثقة ان الكلام فيها بنسبة كبيرة جدا عن الامور النفسية بالاضافة للامور الفنية لكن امور النفسية مهمة في مثل هذه المباريات خاصة مش هتكلم على انها مباراة تقمة لان الاهل طبعا في مكانها وباقي الفرق معتاد ان باقي مباراة القمة بتبقى بين الاهل والزمالك لكن انت بتتكلم عن مباراة بتشغل بال كل وسائل الاعلام وعبر السوشيال ميديا طيب لو هايز اتكلم عن الاحصائيات والارقام التاريخية الاهل بيبحث النهاردة عن الفوز الخامس في تاريخ مواجهاته مع بيرامدز بيرامدز طبعا كان اسمه الاسيوتي سابقا قبل ان يتم تعديل الاسم بحثا عن الفوز الخامس في تاريخ مواجهات الفريقين الاهل واجه بيرامدز في 8 مباريات كان اللقاء الاول بين الفريقين في مسم 2014-2015 عندما سعد بيرامدز للدور الممتاز تحت اسم الاسيوتي الاهل حق يفوز 4 مباريات التعادل كان حاضر في مواجهتين وفاز بيرامدز في مواجهتين اكبر فصحة اول اهل على بيرامدز الاسيوتي سابقا كان خلال المباراة لجمعة الفريقين في 14 ابريل 2015 وانتهت بفوز المارد الاحمر بخمسة اهداف مقابل لا شيء ودي اكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين نجح الاهلي في زيارة تيشباك بيرامدز 10 مناسبات بينما سجل بيرامدز اربع اهداف في شباك القلعة الحمراء وليد سلمان مؤمن زكريا هما اكثر لاعب الاهلي هدافا في لقاءات الفريقين وللأسف طبعا النهاردة الاتنين مش موجدين طبعا كل واحد حسب الظروف المختلفة لكن النادي الاهلي نجح في الخروج بشباك ونظيفة في خمس مباريات من لقاء الفريقين عمر السلية هو اكثر لاعبي الفريقين خودا لهذه المباريات شارك في ست مباريات ما بين الاهلي وبرمز خلال الفترة الاخيرة اذا التاريخ الارقام الاحصائيات كلها في صف النادي الاهلي والالقاب ايضا والطموح في صف نادي القرن في افريقيا النادي الاهلي العيمس المصري في كأس العالم للاندي طيب نتكلم بقى كمان على جزئية تانية متعلقة بطاقم التحكيم مباراة النهاردة هيدرها حكم دولي الكابتن جهاد جريشا مساعد اول سامير جمال مساعد تاني احمد توفيق حكم رابع عبدالعزيز السيد واثنين في حكام الفيديو طارق مجد حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو اللي هو ايفار طيب كابتن جهاد جريشا في مجموعة احصيات وارقامها استعارضها الاول لان عندي كلمتين مهمين بخصوص هذا الامر جهاد جريشا بيدير مباراة الاهل وبرمز في النهاردة في الدوري وكان سبق ليه ادار 27 مباراة في كل البطولات مع النادي الاهل الاهل فاز تحت قيارة تحكمية لجهاد جريشا في 18 مباراة وتعادل في سلاسة لقاءات والاهل تلقى خسارة في 6 مباريات احتسب للاهل 7 ضربات جزاء بينما احتسب للمنافسين ضربتين جزاء واشهر جهاد جريشا للعاب الاهل 6 كروت حمراء بينما اشهر للعاب المنافسين 3 كروت فقط اخر مباراة ادارها جريشا للاهل كانت امام الاتحاد في الدوري في الموسم وانتهت بفوز الاهل باربعة اهداف مقابل لاشي طيب عايز اقول بقى جزء مهم جدا في اختيار لجنة الحكام لكابتن جهاد جريشا اخر مباراة ما بين الاهل وبرمز كانت في الكأس كان بيديرها الكابتن جهاد جريشا والاهل خرج في هذه المباراة بسبب اخطاقة احكمية كانت واضحة جدا ركل الجزاء لم تحتسب كانت ساعتها واضحة امام الجميع وكان خسارة الاهل في هذه مباراة مباراة الكاس كانت واضحة قدام الكل بقيارة احكمية لكابتن جهاد جريشا كابتن جهاد جريشا حكم دولة الاعلى مستوى عنده تاريخ كبير جدا لكن نتمنى له النهاردة التوفيق وما يكونش الاعتذار للمرة التالتة لان لجنة الحكام لما بتختار حكام لادارة المباراة لازم بتشوف الاداء الفني السيرة الزاتية ما بين الحكم اللي بيدير هذه المباراة لكل الفريقين وهل اخر مباراة ادارها للفريقين مع بعض كانت فيه مشاكل او فيه اجواء لم تكن مناسبة وعلى اساسها بيتم اختيار طاقم التحكين عارف ان اللجنة عندها حكم دوليين موجودين خارج مصر بيديروا مباراة خارجية لكن في كل حال من الاحوال خلاص تم اختيار كاتنجاة جريش